خرج أفراد المنزل منذ اللحظة الأولى لحصار الاحتلال منزل الكمامجي في هذه المنطقة على وجه التحديد سارع صاحب المنزل لإخلاء جميع المتواجدين بداخله خوفا على حياته لأن الاحتلال يستخدم في مثل هذا النوع من الاستهدافات ما أطلق عليه استراتيجية تنجرة الضغط أي أنه يواصل الضغط على من بداخل المنزل بمختلف الأشكال وبمختلف الوسائل وأيضا الاستهدافات النالية بدءا من الرصاص العشوائي مرورا بالقذائف الأنيرجي والمحمولة على الكتب وصلنا إلى إحضار جرافة عسكرية تبدأ في العادة بهدم الزاء من المنزل بغض النظر عن من يتواجد بداخل المنزل من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال وبالتالي صاحب المنزل منذ اللحظة الأولى حماية لأسرته وحفاظنا على حياتهم قام بإخلاء المنزل بشكل كامل وحاول أن يوضح لجنود الاحتلال أكثر من مرة بأن المنزل خالي لا يوجد به أحد من يدع الاحتلال بأنه مطلوب لديه لأن الاحتلال ما زال يستهدف المنزل بمختلف أشكال الاستهداف وهناك الجنود ينتشرون في مختلف المواقع في محيط المنزل نتحدث عن منزل وهو يظهر في عين الصورة فعليا يتوسط تجمعا سكانيا مجموعة من المنازل بالتالي كل هذه المنازل في محيط المنزل المحاصر هي عرضة للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي المنازل التي لا تطالها نيران الاحتلال يستخدموا الاحتلال كمواقع للقناصة كنقة عسكرية من أجل إحكام الطوق بشكل كامل على المنزل المحاصر كما شاهدنا في كثير من المواقع وبعدها يبدأ الاحتلال تباعا برفع وطيرة استهدافه العسكري للمنازل المحاصرة وصولا إلى ذروة هذا الاستهداف من خلال قصف المنزل أو هدمه بشكل كامل كما حدث في كثير من المواقع بغض النظر على من يتواجد بداخل المنزل لم نسمع تبادل الإطلاق النار هنا وهذا يرجح صدق رواية صاحب المنزل بعدم وجود أحد داخل المنزل كل ما نستمع إليه حتى هذه اللحظة هو من الاحتلال سواء إطلاق الرصاص أو حتى القذائف باتجاه المنزل هي من جانب الاحتلال الإسرائيل الذي ما يزال يصر حتى هذه اللحظة على حصار المنزل ويصر أنها أحدا بداخل المنزل والتعزيزات العسكرية ربما تصل في أي لحظة باتجاه هذه المنطقة التي تقع في القاطع الغربي من مدينة الجنين وبالمناسبة خلال محاولتنا الوصول لهذا الموقع طررنا إلى التفاف مسافة كبيرة عبر قرية برقين حتى نصل باتجاه قرية كفردان بالرغم من أنه عن مكتب التلفزيون تبعد هذه البلدة فقط شارع واحد هو شارع حيفا ولكن هذا الشارع مغلق منذ اليوم الأول لعملية عسكرية وكل من يقترب باتجاه هذا الطريق أو هذا المفترق مفترق المجد يستهدف برصاص قناصة الاحتلال وبالأمس سمح فقط لمركبة إسعاف واحدة باستخدام هذا الطريق بعدما كان يحضر على التواقم الطبية وأي من المواطنين سلوك هذا الطريق للانتقال من جنين باتجاه القرى الغربية من محافظة جنين الطرق التي تسلق الآن باتجاه كفردان هي من خلال قرى برقين وأيضا من خلال شارع نابلس وصولا إلى قرية كفردان وهذا يؤكد أن الاحتلال يعزز من حصاره العسكري بشكل كبير باتجاه جنين ومن جنين باتجاه القرى في محيط جنين إذن أؤكد هذه المعلومة بأن الاحتلال قصف المنزل للمرة الرابعة على التوالي بصواريخ الكتف المحمولة من خلال الجنود المتمركزين حول المنزل إذن الاحتلال استهدف المنزل بأربع قذائف حتى هذه اللحظة وأيضا الاحتلال ما يزال يحاصر المنزل بشكل كامل بالإضافة كذلك أمل أطلاق الرصاص الذي نستمع إليه بين الفينة والأخرى في محيط المنزل المحاصر الوضع خطير الغاية حتى أن كل الصحفيين اضطروا للذهاب إلى مسافة بعيدة عن الموقع الذي نحن نتواجد به من أجل نقل صورة ما يدور في محيط منزل الكمامجي المحاصر من قبل الاحتلال خشية من استهداف جنود الاحتلال للصحفيين كما حدث بالأمس في منطقة السينما وسط جنين وكما حدث في قباطيا بالأمس حينما تم إطلاق صلية من الرصاص باتجاه الطواقم الصحفية بهدف منعهم من تغطية جرائع مرة منذ سبعة أيام والتي واضح بأنها تتركز في جنين ولكنها أيضا تمتد إلى القرى والبلدات كما حدث في مثلث الشهداء فجر هذا اليوم كما حدث أمس في قباطيا وكما حدث فجر أمس في سلطة الحارثية واليامون وغيرها من القرى التي تشهد حبلات دهم واعتقال واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي طيب بكر يعني إلى جانب ما ذكرته نعود للحديث عن الأوضاع في داخل مدينة جنين ومخيمها نتحدث عن دخول اليوم السابع على التوالي لهذه العملية العسكرية وهذا العدوان لو نتحدث عن الأوضاع الإنسانية بكر لسكان المخيم والمدينة خاصة الحالات المرضية وعرقلة عمل طواقم الإسعاف كيف يمكن أن تقرب لنا الصورة من جنين خاصة وأن الاحتلال أعلن بأنه يمدد هذا العدوان وقد يستمر لعدة أيام إضافية ما هو السيناريو المتوقع في هذه الحالة بالفعل مصادر الاحتلال العسكرية تشير إلى أن العدوان قد يمتد إلى أربعة أيام إضافية بحق مدينة ومحافظة جنين وفق ما يرشح من المصادر العبرية المختلفة وأن هذه العملية لن تكون النهاية العملية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم المخيمات الصيفية والتي بدأت بشكل واسع في شمال الضفة وطالة جنين ومخيمها وتول كرم ومخيميها ومخيم الفارع قضاء طوباص لكن الهدف الأساسي من هذه العملية هو مدينة جنين ومخيم جنين على وجه التحديد صباحا كنا قد تحدثنا في رسالة سابقة من أمام عقاب أحداث السابع من أكتوبر بدأت من غزة ورفح ووصولا إلى جنين الاحتلال يحاصل وانا تحدث هيك تستمعينا صوات الرصاص من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المنزل المستهدف الاحتلال يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل واضح في جنين هناك مستشفيان محاصران بشكل كامل منذ اليوم الأول العملية مستشفى ابن سينة ومستشفى خليل سليمان الحكومة أي مركبة إسعاف تقل حالة مرضية أو مصاب أو شهيد يتم احتجاز هذه المركبة على مداخل الطوارئ لهذه المستشفيين ويتم إخضاع هذه المركبات إلى عمليات تفتيش دقيقة يتم الاعتداء بالضرب في كثير من الأحيان على طواقم الإسعاف التي تكون داخل هذه المركبات يتم التدقيق في هوية المرضى والمصابين وأيضا يتم العبث بمحتويات هذه المركبات كل مركبات الإسعاف التي شاهدناها خلال تواجدنا في محيط هذين المستشفيين يتم إخضاعها لإجراءات جيش الاحتلال العسكرية والاحتلال يصر على حصار المستشفيات كان هناك في الأيام الأولى للعملية العسكرية نقص كبير في احتياجات هذه المستشفيات من السولار والمياه وأيضا المستلزمات الطبية عملت محافظة جنين عبر المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر على توفير احتياجات لهذا 180 مريضا ومرافقا مع هؤلاء المرضى إلى جانب أيضا أكثر من 80 كادرا طبييا وممرضا وطبيبا ومن الهيئة الإدارية المستشفى خليس سليمان الحكومي محاصرين منذ سبع أيام داخل هذا المستشفى ولكون العملية جاءت بشكل فجائي وعلى حين غرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تكن هذه المستشفيات تحتاط بشكل لازم للتعامل مع مثل هذا النوع من الاختحامات الكبيرة بالعودة إلى حيث نحن نتواجد هنا صوات اطلاق الرصاص مستمرة في محيط المنزل المحاصر في كفردان حتى هذه اللحظة أشاهد من عين المكان جنود الاحتلال المتمركزين في محيط المنزل يسرون على استهدافه بوابل من الرصاص والرصاص هو فقط من جهة الاحتلال وفق ما أستطيع تمييزه حتى هذه اللحظة